سبحان الله بسم الله بسكر سبحان الله لاتخذن عليهم مسجد سبحان الله إذن يقال أن هذا باب أصحاب القعب والآن يتقدم أخو الأفو الكريم لفتح باب الكهف يلا يا أخوان فضلوا عشان تسمعوا الشرح يلا يا أخوان بسم الله بسم الله بسم الله السلام عليكم سبحان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا أخوان يا أخوان سبحان الله سبحان الله اشتركوا في القناة 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 نحاول الآن أن نصورها لكم قدر المستطاع سبحان الله وين جوا النجمة الثمانية بسم الله والآن نتجه إلى خاتم سيدنا صاح الدين الأيوبي نعم هذا هو خاتمه رحمه الله وهذه أحواله هنا وهذا الحجر المنطوش وهذه طبور فارفة ليس فيها شيء وإنما نقلت العظام جميعها إلى هذا الموضع وهنا كان ينام أصحر الكاغ بارك الله فيك شكرا لك طيب جزاك الله خير تماما جزاك الله خير تظهر الآن عظامهم عظام أصحر الكاغسهم ينسكو عمد عليها دراسة بين عظام ما يقالب الألفين سنة نعم فأني عظامهم أو ناس في غفرتهم الله نعم جزاكم الله خيرا وهنا كانوا يبيتون يقلبهم الله تعالى ذات اليمين وذات الشمال وهنا تزور الشمس عنهم وتأتي إليهم سبحان الله تدخلهم الشمس في الصباح الباكر من هذه الجهات وفي نهاية اليوم تأتي الشمس من هذه الجهات وكلبهم باسفون في رأيه بالوسيد عند الباب يحرصهم عند الباب سبعة وثانينهم كلب حضرتك الاسم الكريمة؟ أنا محمود والنعم محمود شو؟ أهلا وسهلا والنعم حياكم الله تشرفنا برقائكم الله يزيكم خير على الشرح الطيب دارك الله فيكم والآن أستطيعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندخل من عتبة الكهف على القول الراجح والمسألة خلافية وفوقهم بني المسجد قال الذين ظلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أما هذا المسجد الذي أمامنا مباشرة فهو مسجد أموي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مسجد أموي وهذا محرابه يا الله بسم الله كما ترون هنا محرابه وأما المسجد الذي بني عليهم فهو هذا وهذا باب الكهف كما رأينا والآن نحاول أن نصعد بمشيئة الله تعالى إلى موضع المسجد الذي كانوا فيه والآن نمر إلى الأعلى يا الله بسم الله نتشه إلى المسجد القديم الذي كان قد وني عليهم بسم الله بسم الله يا رب هنا كما ترون بسم الله يا رب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب كما ترون والأحباب يا رب من هنا تدخل الشمس صباحا إليهم كما قد قدمنا وهنا محراب المسجد وأعميدته كما رأيتم أيها السادة وهذا هو المحراب وتحتنا المسجد الأموي الذي بني ومن هنا باب الكهف نفسه كما ترون هنا هذه جهات الأعمدة الأربعة إذن المنطقة منطقة الرقيم التي ذكرت لنا في كتاب الله تعالى وهذا اسمها اليوم في منطقة عمان سبحان الله يوظيف إذن كما ترون أيها الأحباب يفترض أن الكهف الآن مباشرة تحتنا تحتنا انظروا هذه الأعمدة التي أقيمت في المسجد الذي بني عندهم برك الله فيك أيها ليس احذر يا بنيتي بسم الله بسم الله إذن أكرمنا الله تعالى بأن وقفنا على تفاصيل هذه المواضع التي قد ذكرتنا في كتاب الله تعالى والعلم في التحقيق عند الله العلم عند الله وإنما نحن نسعى في الأرض نبحث في هذه الدنيا عن ما رجح ثبتانه فليس كل شيء ما قفنا عليه معلوماً علم يقين لا لم نقلل ذلك قط بسم الله أنظروا أنظروا إلى الأحبار إلى طبيعة الأرض أنظروا أنظروا هنا بسم الله لا أدري لا أدري أهي مقابر أو أي شيء إنهي لا أدري حقيقة ولكننا نحمد الله أن يقدرنا ويسر لنا أن وصلنا إلى عمر انظروا أغلق الكهف وانتهت أوقات الزيارة ونحن الآن يوم الجمعة الخامس عشر من شهر شوال لعام 1439 لهجرة الحبيب المصطفى وقد قرأنا سورة الكهف هذا اليوم ونحن الآن في ساعة الإجابة فنقول نشهد أنكم قد ديتم أمانة وبلغتم الرسالة ونصحتم الأمة وجاهدتم في الله حق الجهاد جزاكم الله عنا خير الجزاء وجمعنا بكم في مستقر رحمته أصحاب الكهف وأصحاب القرية وأصحاب البروج أتباع فيميون الموحد هم نماذج مشرقة بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ستمائة سنة لم يكن فيها نبي كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما معناه ليس بيني وبين أخي عيسى نبي وقد ضرب الله لنا وخلد أمثال هؤلاء المؤمنين الموحدين أتباع فيميون الذي ذهب إلى نجران وكان قومه هم أصحاب الأخدود بعد ذلك الذين حرقهم ذو نواسن الحميري وأتباع أصحاب الكهف الذين دخلوا فراراً بدينهم فناموا ثلاثمائة وتسع سنين وأصحاب القرية الذين قصهم الله علينا في سورة ياسين وأصحاب أريوس الأريسيون الذين كان لهم بإسمهم بئر في مدينة الحبيب المصطفى في قباء يسمى بئر أريس وبإسمهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب كتبه إلى الملوك والعظماء وأباطرة الكون في وقته أما بعد من محمد رسول الله إلى كسر عظيم فارس إلى قيصر عظيم الروم إلى النجاش عظيم الحبشة إلى المقوقس عظيم المصر أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإلا تفعل فعليك إثم الأريسيين الفلاحين أتبع أريوس الذي رفض أن تدخل الأقانيم الثلاثة إلى الدولة الرومانية واعترف بأن سيدنا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم العذراء البتول وروح منه فجزاهم الله عنا خيرا ورضي عنهم وألحقنا بهم على خير فهم شموس الهدى وإن أمة الإسلام قد جاءت على دينهم نصرة للحق الذي كانوا عليه وخلد الله ذكرهم ورفع شأنهم ونحن نترضى عليهم ونسأل الله أن يحشرنا معهم والحمد لله رب العالمين وهنا نقف على مجاري المياه التي ذكرها الإمام الواقدي في كتابه فتوحات الشام وصلنا إلى الكهف في المساء وكان قرب الكهف عين ماء فتوضأنا وصلينا ثم نمنا في ذلك المكان وفي الصباح توجهنا إلى بلدة الجنان قرب عمان هذه هي مجاري عين المياه ما زالت شاهدة حتى يومنا هذا هذا هو الحوض وهذه آثاره هذا مجرى العيون هذه وهنا مجامعها هنا مر الإمام الواقدي صاحب كتاب المغازي وهو يرى أن هذا الموضع هو موضع أصحاب الكهف كما قدمنا وهذا قول راجح وهناك أقوال أخرى لا نضحضها والعلم عند الله ونعيد عليه احتمال إن شاء الله بسم الله وردت قصتهم في القرآن الكريم وردت قصتهم في كتاب الله المجيد سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم الحمد لله الإسلام خاتم الأديان وهو الذي يحمل على عاتقه تنجيد وتكريم أهل الإيمان في كل عصر وزمان وقد كان ذلك بفضل الله تعالى هذا هو بابهم ونستودعهم الله العظيم والحمد لله من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله وردت قصتهم في القرآن الكريم بسم الله يا رب جزاك الله خيرا الله يحفظك السلام عليكم وهذا مسجل حديث وقيمة وكتب في محرابه نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هداء وكتب في محرابه وكتب في محرابه إليه وكتب في محرابه الأبيض سيكون محرابه بشكل يعني أتب في محرابه لدعه بسم الله مسجد كهف أهل الكهف هذا الياسمين الله الله ما أطيبه هذا مسجد كهف أهل الكهف هذه صاحته وصحنه والآن ندخل إلى المسجد نفسه بسم الله ولسنا في وقت صلاة الآن فلا يزال على المغرب وقت حوالي 50 دقيقة هذا مسجد كهف أهل الكهف الإسلام هو الدين الخاتم جاء ليكرم الأديان ويثبت من صح منها في عبادة الله وحده من نصرانية ويهودية وحنفية سمحة فأثبت الرب الواحد وهو الله سبحانه وأثبت النبوة للأنبياء والمرسلين ولم يطرهم حتى يؤلههم كما فعلت النصارى لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أن عبد فقولوا عبد الله ورسوله وهذا هو الدين الذي لا يقبل الله سواه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وسطية وقوة وثبات وحجة ومحجة وطريقة واضحة لا تقبل زيغا ولا فسادا هذا هو الدين العظيم ونحن نقف على تخومه في كل مكان نحاول أن نفهم ديننا ونحمد الله أن جعلنا مسلمين ونسأله أن يتوففانا مسلمين ويحشرنا مع الصالحين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر